السؤال بيجي ازاي؟ بيقول لك solve the system of the following simultaneous equations using the matrices ومديني 2 equations 3x plus 2y is equal to 5 and the second equation 2x plus y is equal to 3 خلي بالك أنا هنا محدد لك الطريقة اللي هتشتغل بها أنا محدد لك المتريسيز لأنا قلت لك using determinant أو grammar rule يبقى تشتغل بالطريقة القديمة اللي هتعلمناها قبل كده أنا هنا بقول لك المتريسيز يبقى تشتغل ب الملتبليكاتيب انبرس طيب أول حاجة كده لازم أحدد حاجات مهمة عندي في السؤال أنا عندي فيه متريكس A اللي هي المتريكس of coefficients طيب المتريكس A يا مستر دي هيكون فيها هيكون فيها الـ coefficients اللي عندك اللي هي 3 2 2 and 1 يعني انت عندك هنا coefficient x3 وهنا coefficient x2 ده كده الـ first column عندك 2 and 1 يبقى ده كده هيكون الـ second column وعندك المتريكس C اللي هي الـ constants اللي عندك اللي هي 5 و 3 طيب تعالك مع بعض يا ولاد A هي 3 2 2 and 1 زي ما اتفقنا ال-x اللي هي matrix of variables اللي هي ال-x and y و-c constants of اللي هي 5 and 3 اللي هي constants عندك اللي هي في ال-equation طيب يا مستر أنا مطلوب مني أول حاجة إن أنا أوصل لل-a inverse طيب ال-a inverse عشان أوصل لها إيه الرولي اللي إحنا كنا شغالين عليه قبل كده إحنا كنا بنجيب determinant للمتريكس A طيب يا مستر determinant هنا of order 2 اللي هو بيبقى عبارة عن إيه بيبقى عبارة عن إن أنت بتعمل determinant لـ 3, 2, 2 and 1 بتعمل multiplying لـ main diagonal اللي عندك اللي هو 3 times 1 فيكون عندك ال-answer 3 minus 2 times 2 فهيكون answer عندك 4 3 minus 4 negative 1 ال-value طيب يا أولاد تلعي تنوت equal 0 يبقى أنا أقدر أوصل لل-inverse للمتريكس دي طيب يا مستر ال-inverse عندي هنا الرول بتاعنا هيكون إيه خلي بالك كنا بنقول 1 over ال-value of determinant اللي هو حسبنا دلوقتي اللي هو negative 1 طيب هنعمل exchange لـ main diagonal نعمل exchange إزاي يا مستر يعني أنا عندي هنا 3 and 1 هتكون يا مستر 1 and 3 طيب وبعد كده change the sign of the other diagonal فهيكون negative 2 negative 2 بعد كده طبعا لما تعمل multiply 1 over negative 1 اللي هي negative 1 times each element of the matrix ال-answer عندك هيكون negative 1, 2, 2 and negative 3 كده يا أولاد أنا وصلت لل-a inverse طيب تعال كده نحق الإيكويجن اللي احنا اتفقنا عليها إيه الإيكويجن يا مستر الإيكويجن اللي احنا قلناها إن أنا عندي ال-a inverse times c يعني أنا مطلوب منك دلوقتي ال-x فانت هتعود في الشكل اللي قدامك ده ال-a inverse اللي احنا لسه قلنا عليه اللي هو negative 1, 2 and 2 and negative 3 multiply the constant matrix اللي هي عندك 5 and 3 طيب يا مستر إزاي بعمل multiplying the two matrices بالشكل ده تفكر كده معايا أنا عندي هنا matrix of order 2 times 2 وعندي second matrix اللي هي of order 2 times 1 يبقى على طول يا مستر هم number of columns equal number of rows يبقى the order of matrix اللي هتطلع لك هتكون of order 2 times 1 يبقى أنت عندك هنا order 2 times 1 طيب يا مستر أنا بعمل multiply إزاي طبعا كنا بنعمل multiply للfirst row مع الفirst column يعني هتعمل negative 1 multiply 5 طيب يا مستر negative 1 multiply 5 الأنسر عندي هنا هيكون إيه لما نعمل negative 1 multiply 5 هيكون negative 5 بعد كده 2 multiply 3 هتكون 6 يبقى الأنسر عندي هنا هيكون negative 5 plus 6 فهتبقى عندك الانسر 1 يبقى كده أنت عندك الـ value الأولانية عندك هنا للكلام ده هيكون 1 طيب الـ value التاني يا مستر عندي هنا بعد ما جبنا أول الفirst value اللي هي الـ x الـ second value هتبقى 2 times 5 اللي هي هتكون 10 بعد كده negative 3 times 3 هتكون negative 9 10 minus 9 برضه يا مستر الإجابة عندي هتكون 1 يعني إيه يعني أنا عندي matrix x and y equal matrix 1 and 1 دي كده المتريكس بتاعتك اللي 3 from multiplying the two matrices يبقى أنا عندي هنا طبعا هعمل equality x equal 1 وعندي هنا يا أولاد y equal 1 فالأنسر عندك هيكون 1 and 1 يبقى solution 6 هنا يا أولاد هيكون set of order pair 1 and 1 طبعا إحنا عندنا هنا two equations first degree الانترسكشن بتاعهم بيكون ordered pair اللي هو الانترسكشن مع ال1 وال1 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة